وكنت بقول لك أبتال ياسر عايزين في الأول قبل ما ندخل في التفاصيل ونتكلم عن الحراس بصفة خاصة يمكن عايزين برضو نعمل عليها شوية سترس كده في فقرتنا النهاردة بتكلم معاه بقوله عايزين في البداية نتكلم عن اللي حاصل الفترة الأخيرة ما كانتش هي الفترة الأمثل بالنسبة لنا في النادي الأهلي فكالعادة فجأني بأنه هو شخص منظم جدا الحقيقة يعني عامل بقى دراسة تقريبا دراسة كاملة وافية عن أسباب اللي حصل وكيفية العلاق كمان فتحب نبتدي من هنا ولا نبتدي من فين؟ وطبعا أنا سعيد أن موجود مع أحدتك الله يخذينا سعيد أن موجود في قناة النادي الأهلي نورنا ودائما اللي يطلع بأحدك لازم أن يبقى منظم ولازم أن يحضر كويس للمحرك دائما يحضر بأحدك منظم من غير حاجة وإن شاء الله يعني عندك كمية معلومات جمدة جدا فلازم الواحد يكون من يتخضر حدي يا فندم بعض ما عندكم الله يخذينا فعلا نبتدي فعلا بالفترة الأخيرة دي زي ما كنت بقول لحضرتك من شوية أن هي ما هيش الفترة الأمسة شفنا فيها أوضاع وأداء مش معتدين هو بس حضرك إحنا نقول بداية من الدول الأولى النادي الأهلي كان حقق نتائج موزهلة كالطبيعي بتاعه والدول الأولى النادي الأهلي كزمان كل المتشاط ما عادت عدل مع نادي فيوتشها بس فكان محقق نتائج ممتازة جدا جدا وعامل المعتاد العادي ايه اللواء الطبيعي طبع جئنا من الدول الثانية حصل بقى مشاكل كثيرة أو في الإصابات بتاع اللعيبة الإجهاد نهايك تلاحهم المباريات وراء بعض أفريقيا اللعيبة كثيرة مع المنتخب في التصفيات كاس العالم تصفيات نهاية أفريقيا فاللعيبة زي الإجهاد مع الإصابات واللعيبة الدولية كانوا مع منتخباتهم ايه لعبوا في تصفيات كاس العالم مع المنتخب لعب مفتاصياتك. وصلنا نهاية أفريكا مع المنتخب. يعني هتلاقي عوامل منتخب سبعة تمانية لعيب أسرين من نادي الأهلي. وبعد كده لعبنا نادي الأهلي حتى ضحى ولعب في كأس العالم لعب بمعظم أول ماتش بمعظم لعيبة الشباب. صحيح. فبالتالي هو الدور ببداية من بداية الدور الثاني. علشان في مشاكل عوامل خارجية. فمن هنا أنا طبعا يعني بأي تكلام كابتر محمود الخطيب. فعلا لما يكون رئيس النادي باردك يعني يكون نجمك بيه زي كابتر محمود الخطيب. ويأخذ كراءة زي دوت. فطبعا ده كراءة كان مهم جدا في التوقيت دوت. راح بعد اللعيب الكبار واللعيبة اللي هي لعبة كتير مع المنتخب. والاستعانة بالشباب. ومن هنا باردك بنشكر طبعا طبعا نجم قطاع الناشين كابتر الخالد بيبو. إن في التوقيت دوت دايما في بداية السنة يعني بيبقى اللعيبة لسا بفترات الإعداد والكلام دوت. فطبعا كون إن هو النادي الأهلي أو مكابتر الخطيب تطلع على الكراء ولعبوا بالشكل دوت. فأكيد طبعا إن خليت بيبو عمل شغل كويس. مجهزهم. مجهز طبعا جدا. افتح الباب عندنا كم ملعب أربعة في قطاع الناشئين دايما بتحس إن هو أي فئة بتخش جوار زي الملاكم كده. تخش تحاف الباب أول تلت ساعة اثنين تلات أعلى طول. فملعب الشباب في مدينة النص وملعب التيتش تحس إن هو يعني إيه زي حلبة البوكس كده والمساعة أي حد يخش الملعب ده على طول يعني. فبالتالي اللعيبة طلع بنفس الحماس بنفس القوة والنادي الأهلي طبعا سيد غريب وكلهم ولدك. كل واحد كمان يعني عايز يثبت نفسه وبعدين ساعات بتيجي فرص ممكن ما تتكررش كتير. صحيح صحيح. كلام حضرك مظبوط. فالدوب هنا حصل مع النادي الأهلي بعد تصفيات كاس العالم مع المنتخب وبعد تصفيات كاس أفريقيا مع المنتخب. فحصل دوب بكبير جدا. الدول الثاني طبعا كان فيه تعادل مع نادي الجيش وبعدين تعادل مع سواميكا وتعادل مع البنك الأهلي والأهلي والزمالك 2-2 والجونا 0-0 وبعد كده عملنا نتيجة ممتازة جدا نفوز على فيوتشار اللي احنا تعادلنا معها في الدول الأولاني 4-0 ودي كان يعني نادي الأهلي عمل مبارك بها جدا. جينا بعد كده تعادلنا مع المقاولين وفاركه فالنتائج دي احنا فقدنا فيها 17 نقطة. طبعا 17 نقطة كتير جدا كانت كافلة ان احنا ناخد الدور من بدر يعني. اكيد. اه فلي قصريت جامل جدا. نزيف نقاط حصل. وحطتنا في الموقف اللي احنا فيه. طبعا دخول مدايب جديد. بعد مستموسماني ما مشي. جيه المدايب جديد. توقيت دخوله كان صعب عليه يعني كمدير فني دخولش النادي الألي في التوقيت ده. وطبعا صعب نحكم عليه دلوقتي. انه سيبقى خطم يعني جائر الى حد كبير. لان هو مليد الرجل لسه ما خدش وقته وما خدش فرصته ولا ايه انت شايف ايه. هو يعني فيها حاجتين. عشان نكون بسرحة يعني. اولا هو لما جيه النادي كان فيه لعيبة كتير مصابة. ايه. ودخل على الفرقة مش مكتملة. وبدأ يدخلوا عناصر شباب. وبدأ الكبار لما تلقى الكار دوت بدأ في لعيبة كتير اللي هي كانت اتواجع من الاصابات لسه ما جزيتش. زي مثلا ماتشو النهاردة لما نيجي نتكلم عندك عنصرين اسلين مش موجودة. ديانج وديانج من اللعيبة المهمة جدا جدا في الفرقة. لما بيكون فايق. اه. بس هو العيب مهدم في الفرقة. اه. فالنهاردة برضك فيه اثنين وطبعا مصاب. فيه اثنين كمان. فطبعا كل الماتشوط حضرتك بتلاقي عناصر كتير من الاسلين مش موجودة. وعناصر بتيجع تخش. طب. وشباب. فهو لسه برضك بتحس ان ايه. الدنيا متلغبطة شوية لان فيه عناصر شباب وعناصر قديمة. وعشان تعمل التوليفة دي بتاخد وقت شوية. فهو تحس ان لسه يعني عايف ايه. يعني مش ولا نقدر نحكم عليه. وبعدين فيه ملامح للفرقة مش باينة لسه. فتخول يعني مثلا لما نيجي نتكلم هنا على ماتش الاهلي وال الاتحاد. الجملة دي لوحدها على فكرة جديرة بان احنا نتوقف عندها شوية حلوية. ان الملامح مش باينة. مش باينة. دي تكاد تكون مصيبة. ايوه. صحيح. كده برضه. ايوه. ملامح الفرقة مش باينة. يعني بص حضرتك مثلا ماتش الاتحاد. لعبنا بعلي لطفي. محمود ابن تولي وامر بيع. محمد أشرف. كريم فؤاد. محمد عب مينهم. ديانج. زياد طاي. اتقلق في الماتش جدا. محمد فخي. محمد محمود. أحمد سيد غريب. مجموعة من الشباب. ده بعد قرار. كانت محمود الخطيف. مجموعة من الشباب لعب. أحمد سيد غريب جاب جنين. جنين التاني ده. زي بتاع عماد ماتعب كده. التوجيه والتحرك من وراء الديفنس. ولعب بدماره مش كويس جدا. زياد طاي جاب جن. يعني زي عبو تريكا. يعني جن جامل جدا. فجيهنا الماتش اللي بعده ان زياد طايق مش موجود أساسا. فدي يعني يعني في حاجات بتبقى غريبة شوية.